ناقل إلى الجزء المهم في حلقتنا اليوم وهو تحضير شفرتنا الرمضانية نرحب بابي الشيف ضحى اللي أكيد محضرت لنا اليوم حاجة مميزة ومختلفة بأن المطبخ اليوم حيكون ملكك بالكامل يا ضحى أبي يديك العافية يا ضحى حبيبتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني أنا شايف المقادير وشايف التنوع أشياء كثيرة واليوم فمرة شيء حلو أنه يكون اليوم مطبخ كامل من ضحى لأنه أنت متميزة بوصفاتك وبرقاتك محضرت لنا اليوم يا ضحى اليوم محضرت لكم بشامل طيب وصلطة كذا فيها أشياء حلوة ولذيذة طب مقادير نبدأ أول شيء في المقادير على السريع على السريع طيب أول شيء المقادير لحمة مفرومة طيب حليب وباستا أي نوع تحبونا طماطم سوم في الفرومي أنا صديقي في الفرومي نتيزة في الفرومي أيوة أوريغانو كيجن حسن ما تحبوه طبعا الطحين والزبدة أهم شيء في البشامل ليش؟ يلا عشان نكهة عشان إيش؟ البشامل نفسه صح أيوة هو البشامل أصلا الرو ضح بتسوين التحدي لياه إحنا البشامل أساسه هو الرو اسمه الرو هو الطحين والزبدة نحمسهم مع بعض وتطلع الريحة الحلوة بعدين نحط الحليب هو أساس البشامل عشان كذا يعقدها بس في بعض الناس يستخدمون بدل الزبدة زيت أنا ما أشوف إنه لذيذ وحس يفرق في النكهة لا يفرق مرة يفرق ويفرق في كل شيء كل شيء إذا حطيت الشيء بدالة يتغير الطعام والله يحطي لما تغير الحليب مثلا تحط الزيت ولا تحط الحليب دليل الدسم إنه برضو ما يقرأ الزيت بس الحركة الحركة هي أهم لا نغير بس نتحرك طب نبدأ طيب في الوصفة إحنا الحين مجهزين المكونات حنبدأ الحين عندنا طبعا حليب وكريمة الطبخ أنا أحبهم مثلهم طيب عرفتوا كل المكونات أحس ضحة مكتر متسألنا عندها شي لنا عندها اختبار عندها شي بتحفظنا لا صدق صدق ما أدري أنا أحس المطبخ في البيت تقدر ليطبخ عبارة عن حرب ما أدري صح يعني أحس كذا لازم فيه قدر يطبخ فيه حب فيه أحس الأكل مو منجرد وجبة صح يعني هي ترا كان شي يجمع العائلة غير الحين طبعا الجرى صير إنه يجي الأكل من برة مختلف أول شي حنسوي الكشنا اللحم البولونيس طيف هنحط البصل وشوية ثوم هنقدر نبدل من اللحم للدجاج المصروم صح أو صدو الدجاج عادي وقدرون تسوونها أصلا بدون للناس النباتيين تقدرون بدون عادي موضوع مرة سهل زي ما أنتو حابين حطينا شوي الثوم طبعا الثوم مو أحلى شي في الحياة في ناس ما تحبوه بس أنا أحبه لا والله الثوم صراحة يدي لكها يعني يدي لكها لذيذة يعني النيو شوي صعب وبعدين يعطش خاصة في رمضان واللي بيروح المسجد كده فصعب نحط الله ثوم الحين حطينا هنا البصل والثوم واللحمة هنحط رشة أوريغانو وكيجن ضرحة في شي انتبهت لا ما انتظرتي لما تحمسين البصل على طول حطيتي اللحم اي على طول أنا بيطول طب يطبخ بيمديه يستوي على أقل من مهله ونحرك لأني دائما أقول حلو أن البصل تطبخينه دايركت في الكبسة اي ما كنتظرينها يحمس لازم نحمره ونضبط الدنيا بس هالي لا هالي بتاخذ وقت معني أنا أحس ألد كده بطريقتك أحس كده أحس ألد بطريقتك لما يكون كلها لنكهة مع بعض اي لا وفيه قرمش هيصير يعني مو زي الكبسة احنا بكبسة ما نحب نشوف البصل حنحط الباستر طبعا في نقطة مهمة مهم انكم ما تحطون زيت في ناس كثير تحط زيت في الموية ليش عشان هم على فكرة هم انه أنا ما يدخل الصوص جوه الزيت يمنع دخول الصوص هنحط بس رشة ملح هذي أمطة يعني غطاها ولا لقنان يوم شربت أمطة هذي اللي طاحت علي دوة الشربة ضوحو لاحظت انك حطيت كذا نوع فاستة اي حطيت ثلاث انواع انا احبها كده انا اقدر الماكرونا هذي نقدر نشكل يعني مو هذي حيستوي قبل دا وكده انا اقدر شي اسمه فاستة اقدر ماكرونا احس انها يعني لما كون زعلانة انها تخمني حنونة علي سراضيني والله صادقة وفي نقطة مرة مهمة موية الباستة ما نكبها يعني هي فيها النشا يعني حتى الفتتشيني الفريد وبره بس يحطون الباستة وشوية زبدة وبرمجان والمكرونا بس نحط كريمة ونحط اشياء هناك ما يحطون مهمة موية المكرونا مرة بس هنحركها عشان ما تلصق هتحط ملح بس بس اللي حطتيه ملح بما في زيت ولا شي بس الملح بس موية وملح بس فقط لا غير وحطة مهمة في نقطة مهمة قلتيها يعني اول مرة ادري عنها انك ما تحطين في الباستة زيت علشان علشان الصوس يدخل الصلا الصوس هيغل في الباستة فحيمنع الصوس يدخل عرفتي؟ واصلا اذا حركتها هي ما تلصق بكل الاحوال حطيها بموية ومستحيل تلصق بس حركيها اول شي بس الناس تخاف وبعدة لو غسلتيها بموية باردة كمان ما هتلصق بس لما انتي تطلعيها كده وهي حارة او تغل فيها هتعجل لان هي عبارة عن موية ودقيق الحين هنحكي عن الرو الرو هو البشمل لازم كمية متساوية يعني حطيتي اربع ملاعق طحيل تحطين اربع ملاعق زبدة دائما قد بقد ونحط طبعا بعدين الحليب بس كل ما تحمرت اكثر كل ما طلعت النكهة فيها احلى نشغل هنا بس هذا طبعا الزبدة تكون على على درجة حرارة الغرفة حرارتها صح؟ ما تكون انها ذايبة تكون على حرارة الغرفة على حرارة الغرفة تمام اصلا هتدوب على طول ما يحتاج هنا هنحط الزبدة تقريبا اربع ملاعق تقريبا وعلى طول نحط الطحين لان الزبدة تحترق على طول احنا دائما الزبدة نحط معها زيت زيتون عشان ما تحترق علينا والطحين ونحمرهم وحطوا شوية انا هنا اوريغانو وكيجن ممكن تحطون بودرتوم ممكن تحطون فلفل ابيض هنا تحط جوز الطيب انا ما احبها انا احب الاكل كده يكون باسيك طيب شفضوح على بل ما تحمري طبعا الوصفة وكيد هنرجع لك اكيد هنقلينا نطلع فاصل سريع وحنرجع نكمل معاكم سؤالتنا وطبختنا اشتركوا في القناة